لك عشو معزب يا عبي شو عملت لنا النس كافية كل لك زوء مرسي مرسي أبو طلال لك هالصنية كمان شو مهضومة فوفي حقيقة هي مرسي صنية هي هيدا الشهادة هيدا الشهادة اللي اخدت من أوكرانيا بس انا حابب يقول لكل المشاهدين انه أبو طلال كان بأوكرانيا وعمل مثل دورة عن الأخطاء الطبية اللي عم بتصير بلبنان وقرر ان يرجع للبنان بتايساعد هالأطبة شو في تخبرنا أبو طلال أول شي على الشهادة فوفي حقيقة أوكرانية انا راح حقيقتا بحب هيدا الإنجاز العظيم يكل الحلقين بالبلد وكل حد حمل موس وآمن بقضيته وإن شاء الله بس الملك جمال راح حارب العجل الجنسي والصلاع والنعص والعطش وإن شاء الله ححارب كل شي بكل ما قوتيت من قوة طيب أبو طلال شو فيك تخبرنا عن الأخطاء يلي بيرتقبوها الحكمة شو يعني أهم أخطاء عم بتصير فوفي حقيقة المشاكل كتير ولا حسيب ولا رئيب أولا لما تروح بحدي بتكبر الشفافة شوية تيجي شفتها دقة بالأرض تتشهوى المخلوقة صحيح وتاني شي أنا جلطي مسلا راح بيتجلس من خارة المساوكج شوية مطلوب نيتفي رجعت بتلات تينان انسف غلبة طولة غلبة طولة وفي حدا بنت خالتي مسلا راح تشقولها معدتها عملوها عملية بمعدتها وإزة قطبت المخلوقة وإيجي تقعد بالبات كله طبيعي نعم ونحن همتحدث مع عشية فوفي وإزة مخلوقة بيرج معدتها بترج كله طلع إنه زلمي ناسي الجالاكسي الساكس بمعدتها شو عم تحكي؟ ومعه قارنتي وإيجي شي مهمة يعني طلعت عملية ببلاش بس فكرة إنه ما في شريط يفوت عنشان يشرج الجالاكسي جيوه بقلب معدتها آه هاي كانت المشكلة إنه كيفن يفوتر الشريط حقيقة بالفعل مشكلة طيب أبو طلال أنت هونيك علموك طرق إنه كيف أنت تساعد هالحكم ما ما يوقع بقى بهالمشاكل فوفي حقيقة من أهم الطلقة اللي بعلموك يا هوني إنه كيف أنت تلعب بأعصاب الحكام عرفت شو؟ وهو ده اللي مسيطر على حاله عم يشتغل بالعملية تابعته آه فهمت عليك هذا الجزء من التمرين إنه أنت بك تحط الحكام تحت الضغط وهو يضله اكزاكلي اكزاكلي حتب الحلقة أنت حكام عم تعمل عملية قلب مفتوح مثلا أوكي وجيت أنت مركز بالقلب المفتوحة عم تشتغل عم تشتغل وإسفجأة بكبولة غشريت كهربة 23 فالت مزلط بين إجراء إذا كهربت بتسقط بالامتحان يفوفي بس طبيعة كهربية يا أبو طلال في قلب بني آدم مش قلبة سردين يفوفي في شيء عم تشتغل فيه في ممكن يموت الزلمة انسى الامتحان الثاني اللي هو بدك تقول أنت ومنظف ذهنك من كل شيء وما في شيء بلاسك ويصدبوك صدمة حقيقية ويشوفه شو رد يدفع لك يعني مثلا أنت عيش الدور هلأ أنت حكيم ومركز بعملية أوكي فوفي الراكسيشن حبيبي مش أوكي هيك الراكسيشن يكون مرتاح أوكي بس ما فهمت بلا اغفره الراكسيشن خليك بالكبد متبعك بس هايدي شو ما فهمت هايدي شو؟ هايدي الفلوكة اللي بتنكسر هون قبل ما تنكسر الفلوكة بالبحر عام بتغنيله أنت تغنيه عام عشان ييركز آه أوكي فاضي شوفت؟ هاي دي نقذة الحكيم رحمار قسمة راح الكبد وراح القلب وتوفى الجلمة بس هيك بتعمله بالعملية بيشونا بشكرة هيا خلط بس بده يكون تسافت ميوسيك وتنقزه. وتشوف اذا معر لقرب ضربي غلط قتله. وبفهم منك انت هول التمرين اللي هتبلشهن هلأ على الحكم اللبنانية كرمال يقدر حسنه. اكزاكلي. وانا التمرين اللي اخد فيه شهادة التقدير والامتياز اللي هو اصعب تمرين. اللي هو انا كنت مركز بكبة بني ادمي تحت ايدي 24 سنة. والتشزقية غلطة بتموت. نعم. وبيخله مرتق قداء ما قد يشلح وبيدعبوها وبيختص بوها. وانا مركز بالكبد يا فوفي. وامطلال عم تنغصى بهانيت. جيبه امطلال. جيبه امطلال وانا لمحته. ايه. ولم يعني شو بدي اقولك لم يحلق فيه ساكنا. كله تركيزي بالكبد. وهي عم تختصى بهانيك ومرطة. ايه. صرفة. عرضة. بس ضبيل المهنة حتى ما علي المريض ما يموت. تنقتها عم يختص بوها. وانا مركز بالمريض. لانك لانك طبيب اصلي ولانك لانك بتحب شغلك. لاني اكبر اخو ساكت احمار. مرتق عم تنغصى بتقول لي الكبد وقلب.